اهلا بكم المتدهورة التعداد العام للسكان واهدافه السياسية الطائفة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل فعلا يجري التعداد العام للسكان في العراق لأهداف تتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهل الظروف السياسية والامنية القائمة في العراق تتيح اجراء مثل هذا التعداد بشكل طبيعي وسلس ولماذا تتهم الحكومة في العراق بان لها اهدافا سياسية طائفية من وراء اجراء التعداد العام للسكان وما هي مخاطر ادراج الطائفة والقومية في استمارات عملية المسح السكاني كما تطالب بذلك الاحزاب الطائفية والعرقية وماذا عن ملايين المهجرين والمعتقلين والمخفيين قسريا اذا ما مضت الحكومة بخطوة المسح السكاني ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فالح الخطاب محمد عبد العالي النعمي محافظات مهجورة ومناطق لا تصلح للحياة الملايين خارج مدنهم وبلداتهم اما مهجرون او نازحون او منفيون ما وراء الحدود فضلا عن مخفيين قسريا ومعتقلين في سجون القوات الحكومية والميليشيات المسلحة هذا هو واقع قسم كبير من سكان العراق لكن للحكومة نية اخرى مبيتة للتغيير الديمغرافي والتلعب بالنسبة السكانية تحت مسمى الاحصاء السكاني المجلس الاعلى للسكان بدأ استعداداته من اجل تنظيم التعداد العام للسكان والمخطط اجراؤه في خريفة 2020 وخطة العمل مقترحة لتنفيذ مراحل التعداد والفترة الزمنية المحددة ومستلزمات اجرائه هذا القرار جاء عقب اجتماع المجلس مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وباعتماد مالي من الموازنة العامة بلغ خمسين مليار دينار التعداد السكاني المرتقب يأتي في ظل بشهد امني مضطرب تسود فيه ميليشيات ممنهجة على اساس التحييز الطائفي والارتهان الخارجي لايران ذات المشروع التوسعي وضمن هذه الظروف تصبح نسب الطوائف في العراق معتمدة ما يعني تغليب طائفة على اخرى وتعميم ذلك في ساحة المحاصصة الطائفية حكوميا من حيث عدد الموثلين الحكوميين ومخصصات الموازنة عدا ذلك فان التعداد السكاني ستشرف عليه هيئات مشكلة من قبل الحكومة دون وجود رقابة دولية ما يفتح المجال امام امكانية التلاعب بالنسب السكانية وخصوصا ان النهج الظاهر لكل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الامريكي يعتمد على نظرة طائفية تحاول جاهدة الغاء باقي الطوائف واقصائهم عن ميادين الحياة العامة وذلك نهج شيده الساسة الجدد عندما سلموا حكم العراق انطلاقا من عقلية الطائفة المنتصرة والطائفة المهزومة اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في مرامي واهداف الحكومة من اعلانها اجراء التعداد العام للسكان في العراق في العام 2020 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين ومعنا ايضا الدكتور فارح الخطاب الكاتب والباحث السياسي سيكون معنا من العاصمة الاردنية عمان عبر الهاتف الخبيرة الاقتصادية الدكتور محمد عبد العال النعامي مرحبا بالضيوف الكرام جميع اياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور كيف كانت تجري عملية المسحة والتعداد العام للسكان في الدولة العراقية ولأي اهداف هل كانت لأهداف سياسية طائفية أم اهداف كما تجرى هذه العملية في كل دول العالم اهداف تتعلق بخطط تنمية اقتصادية اجتماعية وما لذلك بسم الله الرحمن الرحيم استاذ ماجد قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 تاريخيا كانت تجرى تعدادات للسكان ولكنت تجرى لأغراض لها علاقة بمعرفة كل دولة وكل نظام قوتها العسكرية قدرتها العسكرية عدد المقاتلين في الدولة وتحتاجها ايضا للضرائب ليعني تحديد الضرائب وجنة الضرائب وكمية الضرائب لهذا يعني هذا الغرض او ذاك كانت تجرى تعداد للسكان بهذا الشكل معرفة عدد السكان في عام 1921 لما تأسست الدولة العراقية تقرر أن تجرى تعداد العام للسكان كل عشر سنوات بدأ في عام 1927 أول تعداد العام للسكان لكن فشل لأنه كانت طريقة التعداد أن يجلسون العدادين أو اللجنة في الجوامع وفي مناطق معينة والناس تذهب إليها لم يذهب الناس ومعتادوا على هذه الطريقة فشلت القضية وعلن أنها فاشلة وألغيت كل النتائج في عام 1934 لم تجرى في عام 1937 لكن أجريت في عام 1934 وكملت في العام 1935 كان في العراق في عام 1934 قد تقرر إجراء التجنيد الإجباري في العراق فكان الغرض من إجراء هذا التعداد هو لغرض التجنيد الإجباري لما أعرفت التجنيد يعني عدد الذين يساقوا للتجنيد الإجباري وبعدها في عام 47 أجرية أيضاً تعداد للسكان وضع فيه دفتر النفوس اللي يعني كان يوضع به هو سموه دفتر الجنسية وبعدين سميه دفتر النفوس في عام 57 اللي هو أول تعداد وضع فيه سجلات خاصة سجلات إحصائية خاصة ثلاث سجلات إحصائية خاصة وتضمن يعني كان تعداد جيد وعدادين يعني كانوا يدورون على البيوت في العراق كله وكل المحافظات وكان تعداد جيد في عام 57 في عام 67 كان المفروض يجرى التعداد أجرية في عام 65 هذا التاريخيين مشكل سريع التعدادات العامة اللي جرت في العراقية 8 تعدادات لغاية 97 مثل ما حذرتك ذكرت ففي عام 1965 أجرية التعداد وقالت الحكومة أنه أجرتها بسبب الانتخابات كانت هناك انتخابات لكن تضمن لأول مرة ثلاث شغلات جديدة ظهرت في هذا التعداد الأولى هي القومية أدرجة فقرة قومية الإنسان ووظيفته وموردة الاجتماعية والخدمة العسكرية خدمة العسكرية موقفة من الخدمة العسكرية هذه اللي أدرجت التعداد المهم اللي أجري عام 77 كانت تعداد مهم جداً لماذا؟ كان العراق قد بدأ خطط تنموية قد بدأ الاستعداد لخطط تنموية كان عنده انفجارية خطط انفجارية موارد الآن تعظمة أما من النفط عنده موارد نفطية موارد مالية هائلة اتجاه للبناء والعمار كان مهم جداً لا يمكن إجراء خطط تنموية لم تكن لديك بيانات لا يمكن أن تبدأ بأي خطة لم يكن لديك بيانات فكانت الأساس من إجراء هذا التعداد في عام 77 كان هو لخدمة خطط التنموية الخمسية فوضعت فيه فقرات كثيرة الدخل مقدار الدخل السكن التعليم فقرات كثيرة وأيضاً القومية فقط القومية وكان السبب في وضع القومية من عام 65 إلى ما بعدها لأن لدينا عرب وأكراد كأقلية كبرى في العراق وتركمان وغيرهم فقط القومية لديهم لغة خاصة لديهم ربما تعليم خاص لديهم احتياجات في خطط التنموية في الخطة التنموية يحتاجون أشياء تتبع قوميتهم تتبع لغتهم فكانت لكم دارس خاصة خريجين خاصة دراسات خاصة بهذا الشكل في عام 87 خلال الحرب العالمية حرب العراقية الإيرانية جرى تعداد أيضاً لكن مناطق الحدودية اللي معها إيران لم تشمل بالتعداد بسبب أنه كانت مشمولة بالحرب وكانت خط الحدود في عام 97 أجري أيضاً تعداد للسكان لكن لم تدخل فيه ثلاث محافظات اللي هي أربيل في الشمال الأربيل ودهوك وسليمانيا كانت خارج هذه والعراق كانت تحت الحصار هذه الثمنة التعدادات التي جرت في العراق الحقيقة كل هذه التعدادات كانت غرضها تنموي غرضها لإدارة اقتصادية أفضل إدارة سياسية أفضل إدارة تعليمية أفضل إدارة صحية أفضل كانت هذه الغايات منعتها لم يكن الغرض منها سياسي أبداً عندما تلاحظ كل الاستمارات لذلك كل الحديث عن أن أقلية وأكثرية في العراق لا تستند إلى حقائق حقائق ذكرت في التعدادات عن مخاطر إدراج الصفة القومية أو الطائفية في التعداد كما تطالب طبعاً الأحزاب الطائفية الموجودة الآن دكتور عبد الحميد العاني تحدث الحكومة عن هذه الخطوة أنها ستجيها في العام 2020 تعداد العام للسكان هل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة الآن في العراق تتيح إجراء مثل هذا التعداد العام للسكان تضمن له النجاح ستكون مخرجاته إذا لم يمضت الحكومة بهذه الخطوة محل صدقية ووزن بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الدكتور رافع نقطة جوهرية في هذه التعدادات السابقة وهي التي تبنى عليها جميع تعداد السكان في العالم وهو ارتباط هذا التعداد أو الإحصاء السكاني بالمشاريع التنموية الموجود في العراق اليوم لا وجود لأي خطط تنموية منذ 2003 إلى الآن ولذا ما الغارة ما الغاية لماذا يريدون هذا التعداد هي مجرد قضايا سياسية ولإضفاء أو تثبيت النسب الطائفية وما كل المخرجات لهذه العملية السياسية على أرض العراق من تهجير ونسب مقترعة وسأذكرها بعد قليل أما سؤالك هل يوجد أرضية مناسبة تتوفر لإجراء أي تعداد سكاني لا يوجد أي أرضية لإجراء تعداد سكاني نزيه وتكون مخرجات مقبولة لا وجود يعني لا أنا نتكلم الآن وبحسب مجرياته وبحسب السلم الواقع العراقي في ظل هذه العملية السياسية وحكوماتها العراق ينتقل من سيئ إلى أسوأ إذن لا نتوقع في عام 2020 كما يؤملون أنه ستتحسن الأوضاع بل يتوقع أن تسوء أكثر من ذلك لا سمح الله تعالى فللأمن اللي هو الانفلات الأوم الأمني لا يمكن أنه تجري انتخاب سكاني في ظل ظروف تعداد سكاني تعداد سكاني عفوا نحصاء سكاني في ظل انفلات أمني عدم وجود الأمن عامل مهم من عوامل تحقيق النزاهة في مثلها كذا تعداد سيطرة الميليشيات الفساد وربما هو هذا مدخل خطير من مخاطر التعداد السكاني مسلك آخر للفساد مسلك طبعا حتى يمرر عمليات فساده هذه الحيتان المسيطرة على أجهزة الدولة هناك قضية مهمة وهي التي ربما أيضا سيمرر من خلالها هذا الواقع بالتعداد المتوقع وهي قضية ما حصل من هجرة والتغيير الذي يسمى التغيير الديمغرافي العراق الهجرة من الريف إلى المدينة التي هي بدون الآن بدون سيطرة وبدون هناك أي وجود توازن حقيقي وجود هجرة بين المدن أنفسها وجود الهجرة من المدن إلى مخيمات النزوح لا سيما في المحافظات التي تعرضت إلى حرب إبادة فضلا عن الهجرة خارج العراق التي لا نتكلم عن الهجرة الداخلية النزوح الداخلي والهجرة الخارجية لا نتكلم عن أفراد ولا على المئات آلاف بل نتكلم عن ملايين وذا كل عامل مؤثر من المؤثرات على أي مخرجات لعملية التعداد السكان فلذا لا يتوقع أن يكون في ظل هذه الظروف ممكن أن يعتمد عليه أو يستند عليه لأمر في تدمية العراق دكتور رفع الخطاء بالإشارة إلى الظروف السياسية والأمنية المتردية أتحدث عن جزء منها دكتور عبد الحميد العاني والحكومة يبدو لحد الآن مصرة على الذهاب باتجاه إجراء هذا المسح السكاني عام 2020 هل تعتقد أن الحكومة فعلا تحتاج لهذه الخطوة ضرورية بالنسبة إليها ربما أيضا هي في طور أن إطلاق عملية تنموية في العراق ولذلك تحتاج إلى معطيات وبيانات ووقاع هل فعلا هناك حاجة هناك مؤشر على حاجة يعني بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألت عن المؤشر ودخلنا في عالم المؤشرات فلا يوجد مؤشر واحد على الأقل في العراق على الأقل واحد يشير إلى أنه هناك أي إمكانية لدى الحكومة لدى النظام العملية السياسية القائم في أن يقيم أي عملية تنموية يعني حتى الناس لا يصدقون مثل هذا الكلام هذا كلام بعيد عن الواقع لأنه الواقع في العراق واقع متردي جدا الفساد والزملاء الأفاضل ذكروا أشياء كثيرة عن هذا لا نكرر ولكن هناك مسألة مهمة ما يجري في العراق الآن يعني أنت لا تستطيع كما قال الدكتور قبل قليل لا تستطيع أن تقيم عملية تعداد سكاني وسط حالة من انعدام الأمن يعني ما الذي يجعل التعداد 1977 هو الأفضل من بين التعداد العام في السكان لماذا؟ لأنه كانت البلاد تشهد حالة سلام شامل كان هناك سلام لا توجد حرب الهجرة من العراق لم تكن موجودة البلاد كانت غنية الناس مستقرين في أماكنهم المحافظات كما هي ومع ذلك أجريت عملية التعداد عام 77 بطريقة نموذجية جدا بمساعدة الأمم المتحدة طبعا وأشكلت لجان حتى أحصت عدد الغائبين عن أسرهم للعمل أو للإجازة أو أي شيء من هذا القبيل فما بالك اليوم ونحن نشهد عمليات نزوح داخل العراق والهجرة الجماعية من الخارج إضافة للمعتقلين إضافة إلى مخيمات النزوح يعني أشياء كثيرة لا تساعد على هذا الأمر لكن أنا أحب أن أشير إلى قضية يعني لا ندخل في نظرية المؤامرة لكن هي حقيقة نحن نعلم أن الاحتلال الأمريكي قبل أن يأتي للعراق منذ بواكير الإعداد لهذا الاحتلال في التسعينيات كان يتكلم عن النسب السكانية كلنا يذكر أن الاحتلال البربغاندا الأمريكية والغربية كانت تتحدث عن نسب سكانية واستفاضت في هذا الكلام وعندما جاء الاحتلال أول خطوة قام بها بولو برانور في مجلس الحكم هو أنه أرسى نسب سكانية من عنده ووضعها كمسلمات حقيقية للأسف ما يجري الآن منذ عام 2003 إلى حد الآن هو محاولة تصديق هذه النسب على أرض الواقع وبالتالي من خلال الكثير من عمليات التهجير الديموغرافي الإحلال يعني نحن نشهد الآن مثلا نحن نعلم قبل أسابيع السفير الإيراني كان في محافظة صلاح الدين وهو اللي طالب بأن تكون هناك محافظة جديدة ونعلم الإجراءات التي تجري في سامراء طبعا من يتحدث عن الإحصاء السكاني في الغالب يشير إلى مسألة كاركوك وهذا مهم طبعا لأنها منطقة مهمة لا يسبب مناطق المتنازع عليها يعني هكذا تسمى لم تكن هكذا أسمها في الواقع لكن على الأقل يشيرون لكن في الحقيقة هناك مناطق مهمة جدا في صلاح الدين وحزام بغداد كلها تشهد عمليات تهجير وديموغرافية وإعادة بناء العراق وتأسيس جغرافيته وبالتالي نحن نشكك لأنه بدأ الاحتلال بنسب سكانية ويراد الآن تصديق هذه النسبة السكانية من خلال واقع قسري يعني من خلال واقع هجين وواقع يراد فرضة بالقوة وبالقهر وكما نعلم بالحرب يعني الأهل الموصل الآن غير موجودين فيها ممكنهم أهل الأنبار محافظة الأنبار تشهد الآن السجون أشياء كثيرة جدا وبالتالي العام حتى يعني عندما نتحدث عن إحصاء 1977 باعتبار الأنجح الـ 87 87 87 أقيم أيضا إحصاء ناجع جدا ولكن كان أقل مستوى لماذا؟ لأنه كان لديك حرب الحرب العراقية الإيرانية ساهمت في تقليص نسبة يعني مصداقية هذا بسبب وهذا ينطبق أيضا على إحصاء 97 جرى في ظروح الإحصار فكيف لك الآن أن تقيم إحصاء سكاني وسط هذا؟ أنا أشم حقيقة رائحة رائحة يعني ربما تكون هذه إحدى المداخل أنه ربما هناك صفقة صفقة ما بين النظام بغداد وبين الأكراد يعني الحزاب الكردية الحزاب الكردية على شيء ما وبالتالي نحن يعني ممكن هذا الأمر يتغير بعد أشهر على ذكر هذا أيضا الشك أو الريبة دكتور رافع الحكومة أيضا هنا بإعلان هذه الخطوة أيضا أكيلت لها الاتهامات وأنتو ثلاثتكم تتكيلون الاتهامات للحكومة وأن لها أهدافا سياسية طائفية والقضية لا تتعلق بمعطيات ووقاعة تتعلق بالتنمية ألا ترى أن هذا الأمر فيه تحميل الأمور أكثر مما تحتمل التشكيك بأي خطوة إيجابية بين قوسيا للحكومة؟ لا مردتها فرصة؟ وقع الحال يعني وقع الحال يثبت تعكس هذا الكلام نعم ما هي الأهداف السياسية الطائفية للحكومة من وراء هذه الخطوة؟ طيب القوة التي جاءت بعد عام 2003 جاءت وفق محاصصة وقرهب حاكم الأمريكي للعراق بريمر عندما قال أن العراق فيه 60% شيعة هكذا قال في كتابة حتى كتابة عام قضيته في العراق هكذا تحدث واللي يشكك بهذا الكلام يعود إلى الكتاب سيجد هذه المعلومة في أول ثلاث صفحات يقول أنه العراق مكون من هذه طبعا هو وفريقة فريقة واحد منهم هذا هايدلي يمكن كما تذكر اسمه كان أحد السفراء في الخارجية الأمريكية وكان مقرب من عنده وجاء به بالفريق قال العراق يعني ليس دولة العراق مجرد البريطانيين قصوا لسق هناك ولايات لسقوها مع بعضها قوميات مختلفة أديان مختلفة لغات مختلفة وكأن العراق حالة جديدة وشاذة عن العالم كله هذه إيران مئة قومية موجودة من تركيا غير كل الدول العالم كل الهند بها أكثر من 700 قومية ومذهب وديانة لكن دول عايشة ومتعايشة القضية غريبة كانت المهم عندما جاء قال هناك يعني ستين بالمئة من الشيعة عشرين بالمئة أكراد لاحظ جماعة القومي بالمذهبية عشرين بالمئة أكراد وتساطعش بالمئة من الأقلية العربية السنية نعم لاحظ الكلام فبالتأكي ووفق هذا شك إلى مجلس الحكم شك إلى من خمسة وعشرين تلتاعة الشيعة خمسة أكراد خمسة سنة واحد من المسيحيين واحد من التركمان هذا الذي شهدنا وبنية كل العملية السياسية على أساس هذه المحاصصة أن هناك أقلية وأكثرية والعراق لم يعرف هذه وعندما سئله وتحدثنا بهذا الموضوع وقلته في أكثر من مرة وهو يعني موجود والناس كله تعرفه عندما سئله برهيمر يعني من أين أتيت بهذه الأرقام قالوا هم قالوا لي من الأحزاب هذه التي جاءت بالحكم قالت لي أن هذه الأحصائيات واعتمدت هذه الأحصائيات لبناء هذه العملية وذبح الناس وهجر الناس بسبب هذا الكلام الطائفي والتفرقة فإذن بعد 16 سنة لاحظ العملية قالوا سنجري التعداد العام للسكان عام 2004 إذا سمح الدكتور نتحدث عن مغزة توقيت الآن بعد 16 سنة من التأجيل والمراوغة لكن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا بشأن قرار الحكومة أو إعلانها عن إجراء التعداد العام للسكان في العراق عام 2020 ومرامئة وهداف هذه الخطوة الحكومية ابقوا معنا مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في إعلان الحكومة إجراءها التعداد العام للسكان في العام 2020 وأهداف هذه الخطوة دكتور أنت وصلت إلى المغزى مغزى التوقيت من إجراء هذا المسح السكاني للحكومة بعد 16 سنة من التأجيل أو المراوغة أو عدم الاهتمام هل الآن ثمت مغزى في التوقيت الآن؟ قالوا سنجري التعداد عام 2004 لم يجرى قالوا بسبب خلافات سياسية لأنه يريدون يذكرون المذهب ويذكرون لم تكن القوى والأحزاب الحاكمة في العراق مصر على هذا الموضوع لذلك عبرت هذا الموضوع قالوا سنجريها عام 2006 لم يجرى قالوا سنجريها عام 2007 لم يجرى قالوا سنجريها عام 2009 لم يجرى 2010 لم يجرى ويقولون أن العراق مستقر وأمان وهم يتحدثون هكذا وكل أجهزة الإعلام تبث دعايات كاذبة أن العراق بأمان هم هكذا يتحدثون إذن موضوع الأمن ضح جانبا هم يقولون الحكومة تقول إذن ليس السبب أمنيا رغم أنه أسباب أمنية ولحد الآن قائمة العراق ليس فيه أمن بيفعوض أمنية ولا يمكن يجرى أي تعداد للسكان مثل ما قال الدكتور الآن قبل قليل لماذا لم تجرى التعدادات بالعراق كان في زمن حرب وغيرها وكانت أقل المهم لماذا أنت يعني تجري عملية التنموية الخطة التنموية كيف تجري تجرى العملية التنموية أنت لديك أهداف من العملية التنموية الأهداف هذه تخص شرائح معينة الناس معينين جهات معينة أجزاء معينة يجب أن تكون لديك معلومات عنها إن لم يكن لديك معلومات فلا يمكن أن تضع خطة تنموية من الخطوط كم تحتاج بعد خمس سنوات بعد أربع سنوات بعد ثلاث سنوات مدارس المستشفيات كم خريجين وكذا هذه الخطة التنموية كم عندك لديك من المصانع نحن لدينا في خططنا التنموية يجب أن تنهض بالبلاد أنت ليس لديك لا زراعة ولا صناعة فعلى ماذا تستند ولماذا تفعل خطة تنموية أو تضع خطة تنموية إذن أنت لا تضع خطة تنموية أنت الآن تريد أن تجري تعدادا للسكان بعد 16 سنة بعد أن هجرت الناس خاصة أن تعداد السكان دكتور هو عملية تساعد صانع القرار على وضع تصورات مستقبلية هو هذا أنا أتحدث عن هذا الموضوع هذا الموضوع ليس طائفي أنا أتحدث وصف للحال عندما تريد أن تجري تعدادا الآن في صالح من وضد من أنت بعد 16 سنة هجرت مجموعة من الناس مكون كبير في العراق هل تعتقد أن هناك من يستفيد وهناك من يتضرر لصالح من وضد من بالتأكيد هذه النسبة التي قالها بريمر في عام 2003 يريد أن تثبيتها بهذه الطريقة لكن هذا أيضا يفقدهم شيء معين هم الآن موازنات يوزعوها على العراق من 15 سنة اللي عد الآن يجرون موازنات على ماذا يستندون؟ يعني لماذا مثلا محافظة الأنبار تعطى مثلا مليار ولماذا تعطى مثلا محافظة النجف 3 مليارة؟ أو بابل لماذا يعطى الحشد مثلا اليوم مليار و700 مليون دولار كمخصص إليه؟ ولماذا يعطى مثلا لمحافظات منهكة منتهية مثل الموصل أقل من مليار أو كذا هذه أسئلة كثيرة هذه خطط تنموية خطط مدروسة تضعها لماذا توضعها؟ الموازنات إذن توزع كيفية فهي تفقدهم هذه الشيء إذا ما أجروا لكن هم يريدون أن يثبتوا هناك أكثرية وبالتالي هناك أقليات نحن كديمقراطيين هم يريدون أن يقولوا نشاركهم في الحكم نعطيهم أكثر مما يستحقون يعني من يستحق 20% 19% نحن ننطي أكثر من هذه ولا هو نسبته ترقم 17% و11% الآن لو يجرى التعداد ستظهر نسب مضحكة مبكية 9% و3% و2% لناس وأكثرية هائلة هذا المغزى وهذا المغزى إيراني أكثر مما هو عراقي هذا ليس عراقية هذا يعني هذا الترتيب ليس عراقي ليس له علاقة بالعراق هذا له علاقة بالمشروع كبير مشروع سياسي كبير يريد أن يجعل العراق من لون واحد من شكل واحد يخدم أهداف ومشروع واحد فلذلك هذا التعداد بهذه الطريقة وتدفع أنت يعني حتى حتى الآن ظهر خبر قبل أيام وكان مثير حقيقة أنه أي واحد الآن هوية الأحوال المدنية وفطاقة الشخصية الضيئة الآن ليس عليه أن يأتي بدليل يأتي بشهود مثل ما قبله يشرب الجريدة ويروح للشرطة المركز الشرطة والدائرة الفلانية وعملية كبيرة لا مجرد أن يعطي تعاوذ هو بشكل شخصي يقول أنه هويت يعني فلان ابن فلان وهويت كذا يخرجوا له هوية بديلة هذا ماذا يعني؟ هذا يعني فلات هذا يعني أي واحد يدعي أنه ضيا حويته وهو بلا هوية وهو مو عراقي يدعي باسم أنه أنا عراقي وكذا ويقال أنه سيتعرض إلى المسألة القانونية أنه لم يتطلع المعلومات كيف تتكد من المعلومات أنت؟ فهذه واحدة من القضايا التي يراد بها أن تلعب بالنسب وتلعب بالمكونات وتلعب بكل شيء هذه الغاية من عدد لذلك هي قضية سياسية ولها أغراضها الدنيئة أشكرك نرحب بضيفنا من عمان الذي يتأخر عينا كثيرا الدكتور محمد عبد العالي النعيم الخبيل الاقتصادي مساء الخير دكتور محمد مساء النور نحن وسهلا وسهلا عليك وعلى الجمهور الرافدين أهلا وسهلا دكتور لماذا تقوم الدول كما أهلا عليكم والسلام وكما معلن أدخل ويالخط مدين قطع أدخل الدكتور ويانا دكتور محمد مساء النور نحن وسهلا وسهلا عليكم وعلى الجمهور الرافدين إذن أعتقد هناك مشكلة في الاتصال من عمان مع ضيفنا الدكتور محمد عبد العالي النعيمي لأن الصوت يتكرر على كل نحن أيضا نعتذر عن خطأ مو بدينا وأشكر الدكتور محمد عبد العالي النعيمي مع الأسف أشكره شكرا جزيلا دكتور دكتور عبد الحميد العاني يعني في ضوء هذا الفساد الكبير في مؤسسات الدولة الموجودة الآن في الدولة العراقية هناك فساد كبير بلا شك مالي وإداري هل تستطيع الدولة الآن إذا ما أجرت هذه الخطوة أن تتيح أو توفر مؤسسات علمية رصينة للقيام بهذه الخطوة الخطيرة التي سيتأسس عليها أشياء كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك وتكون النتائج علمية ومبرأة أيضا من الأهداف الطائفية بداية أنا أرحب أنه أكمل ما ذكره الدكتور رافع قبل قليل وأسبح لي أنه أبدأ بالمثل العراقي المشهور عندنا يقول عندنا شعب العراق يقول عند دقمة يريد يشتري عليها قبط ذكر الدكتور رافع قضية مهمة وهو أنه هذا الاحتلال بتوافقاته مع أحزاب ما يسمى كان في المعارضة التي جاء بها إلى مجلس الحكم الناس من مجلس الحكم كله هم كانوا موافقين على الاحتلال وتوافقوا على هذه النسبة التي ذكرها الدكتور بناء على كل خطوة لاحقة جرت في عمليات هذه العملية السياسية مراحل العملية السياسية هي كانت من أجل تثبيت هذه أو توافقا مع هذه الدكمة التي جاء بها الاحتلال وأضرب مثال هنا حتى لا يقال أنه كلامنا فقط مجرد كلام هكذا فضفاض أو اتهامات جزاف أول انتخابات أجريت في ظل هذه العملية السياسية اللي هي 2005 حددت أو وزعت المقاعد بين المحافظات ليس على أساس النسب السكانية الثابتة وفق البطاقة التموينية التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة هذا التعداد يعني أشبه بالتعداد السكاني البطاقة التموينية وإنما بنيت على أي أساس بنيت على تقديرات لهذه المحافظات وكانوا هم إدعوا قالوا أنه نسبة الشباب في هذه المحافظات فتعطى هذه المحافظة كالأنبار مثلا أعطيها تسعة مقاعد في مقابل محافظة أخرى التي هي كعدد سكاني ربع عدد سكان محافظة الأنبار لا أريد أن أسميها حتى لا يقل نعم فأعطيت محافظة الأنبار تسعة ومحافظة أخرى أعطيت سبعة مقاعد مثلا وعدد السكاني لتلك المحافظة أقل بربع سكان الموصل الذي تعداد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين يعني نسمة أربعة ربما تصل إلى الأربعة اليوم أعطيت في ذلك تلك الانتخابات تسعة عشر مقعدا بناء على ماذا تخمين وليسمع العالم وبناء على هذه التخمينات التي تمت وفق صفقة سياسية بين المحتل وبين هؤلاء هي جرى تحديد النسب التي أشار لها الدكتور ولذا فليسمع الذين يتهمون ودائما يكررون الأكاذيب بأن المقاطع أو الجهة الفنانية التي كانت في تثبيت هذه النسبة هذا أولا ثانيا سؤالك أنه المستلزمات الواقع العراقي من 2003 إلى الآن لم تستطع هذه الحكومات المتعاقبة التي هي بالمناسبة هي وجه واحد يعني جسم واحد وإن كان ربما تتغير المقاعد من شخص إلى آخر أحيانا بينهم لم يستطيعوا تقديم جزء قليل من حاجات المحاطن العراقي الأساسية لم يستطيعوا توفير الكهرباء لم يستطيعوا توفير الماء في بلاد النهرين لم يستطيعوا بناء مدرسة والأطفال اليوم يخوضون الطين للوصول إلى المدارس والمدارس هي مبنية أيضا من الطين فهل هذه الحكومة التي لم تبني مدرسة لم تبني مستشفى لم تستطع تعبيد شارع الشوارع اليوم في بغداد شوارع هي من قبل 2003 الآن بدأت تتهدم فهل هذه الحكومة قادرة على تأمين مستلزمات لتعداد سكان إحصاء كبير يشمل العراق يحتاج إلى إمكانيات وموارد كبيرة في ضوء أيضا تقديرات عن أنه ربما العدد السكان في العراق قد يصل إلى يعني أربعين مليون نسمة طبعا أيضا تقديرات حكومية دكتور فارح الخطاب هل تعتقد أن الحكومة بإعلان هذه الخطوة عن المسح السكاني تكون ربما تشعر بالاطمئنان إلى سير عملية التغيير الديمغرافي القائمة على قدم وساق منذ 2003 وإلى اليوم وخاصة في بعض المناطق التي كانت مسرحا للعمليات للحرب على ما يسمى الإرهاب أيضا مناطق سيطرة الميليشيات هل تعتقد الآن مطمئنة إلى أن عملية التغيير الديمغرافي قد وصلت ربما إلى نهاياتها هذا أيضا اتهام للحكومة أيضا غير مسنود يعني بالتأكيد المحاولات على قدم وساق تجري من أجل إنجاح مخططات التغيير السكاني والتغييرات للنسبة السكانية في العراق وهناك أكثر من يعني مثلا خذ مثال الأوقف الآن استيطرة الأوقف في الموصل ماذا تعني هذه مثلا الحديث عن سامرات طرط الوقف الشيعي على أوقاف تابعة للوقف السني نعم هذا كل يمهد لإعلانات قادمة يعني هم ربما نعم الآن وصلوا إلى مرحلة لتثبيت النتائج التي مضى عليها هذه الفترة الطويلة ويقولون ربما الآن أنا الأوان لكي يعني نحقق النتائج المرجوة وبالتالي نحن يعني يمكن العراق مقبل على تغييرات في الحدود الحدود الجغرافية هناك محافظات ستنشأ في داخل الموصل طائفية وأخرى عرقية طبعا الأحزاب الكردية تلتهم ما تشاء والأحزاب الطائفية تلتهم ما تشاء في صلاح الدين نحن نتكلم بل حتى المحاولات للنفاذ إلى الأنبار التي هي معروفة أنها نقية من أي يعني يعني نقية طائفيا خليم أو مذهبيا هناك محاولات فبالتالي نعم هناك يعني رغبة قوية نعم نعم هناك رغبة حتى غير النخيب يعني قضية المراكز هاي اللي تبشر بال نعم وبالتالي يعني نعم هناك محاولات أو رغبة في الإعلان عن النتائج النتائج التي يعني رسمت للأسف حدود الدم كما تسمى في بعض الأدبيات الأمريكية ونحن يعني ممكن سنقبل على إعلانات في هذا السبيل محافظات جديدة الحدود الإدارية لبغداد يأخذوا من هنا شيء وكما قلنا قبل قليل حزام بغداد هذا المهم الذي هو أسوار بغداد الذي تحميه كل هذا طبعا يساهم في وإلا سيكون عملهم يعني بلا ثمرة وبلا مردود دكتور رافع الفلاحي ثمت إصرار من الأحزاب الطائفية والعرقية على تضمين الصفة الطائفية المذهبية العرقية في استمارات التعداد العام للسكان وهي واحدة من أخطر النقاط في هذه العملية يعني هذا الإصرار لماذا؟ وما هي مخاطر على الدولة العراقية على المجتمع على التعايش على الهوية الوطنية الجامعة لهذه الدولة اللي عمرها 80-90 سنة الآن الدولة الحديثة الدولة العراقية الحديثة نعم يعني هو هذا المقصد الهدف هذا هو الإجهاز على الهوية الجامعة عندما تضع يعني كنا نسمع قبل سنوات كنا نسمع أن هوية الأحوال المدنية ستحول إلى سين وشين نعم هناك من سيكتب سين وشين وعين وكاف وتاء وهكذا يعني بهذه الأحرف ستكون هذه الهويات ومعروفة ولماذا؟ فبالتالي هذه الأحزاب تريد أن تؤكد هذه النسبة التي تحدث عنها تريد أن تعطيها شرعية دكتور حتى هناك خطاب سياسي من رأس الحكومة أو المسؤول التنفيذي أنه بغداد هويتها بهذه الطريقة نعم أنه بغداد بهوية تابعة للبيت أو مشاكل ذلك نعم يعني هذا خطاب سياسي العبادي العبادي هناك مشكلة من قبل 1400 سنة نعم عندما يتحدث مسؤول يقول أنه رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ليس مسؤول عادي ليس مثلي ومثلك يعني أنا أتحدث عن دولة نموذجها أتحدث عن العراق العراق ليس في حكومة عندما أتحدث عن رئيس الوزراء رئيس عصابه هذه عندما يتحدث بهذه الطريقة يقول لأنه المسؤول يكون لكل مواطن حص فيه فلا يمكن أن يتحدث لغته واحدة لغة للجميع انتماء للجميع والعين ترى الجميع هذه غير موجودة يعني ما يتحدث عن مشكلة قبل 1400 سنة ما هي هذه المشكلة كيف يعبر عنها لماذا يعني يحاولون النبش بالتاريخ بقصص وهمية وإحضارها بهذه الطريقة لكي يفرضوها على الناس بعد 1400 سنة ويحاسبوا الناس بها مثلما وقف يعني زعيم العصائب ويقول أنه أهل الموصل هو لقتلته الحسين الخزعلي الخزعلي ويريد أن يحاسب الناس بقتلة الحسين بعد 1400 سنة بهذه الطريقة الفجة ومن قال وكيف قال بهذه الطريقة يتحدثون إذن هناك توجه لتثبيت هذه النسب بهذه الطريقة لذلك أنا قلت هذا ليس مشروعا عراقيا أهل العراق لا يفكرون بهذه الطريقة وليس وطنيا وليس ديمقراطيا هم ليس هم يقولون نحن دولة ديمقراطية نعم هل الدولة الديمقراطية تبحث عن سين وشين بهذه الطريقة وتلغي هويتها هويتها جامعة بهذه الطريقة الفجة بهذه الطريقة لكي تقول أقلية وأكثرية مذهبية وطائفية وليس أكثرية سياسية نتحدث عن أكثرية سياسية هناك أكثرية سياسية في كل العالم هناك أعزاب تنتمي لها مجامع معينة وتشكل أكثرية في كل العالم وهذا حق مكفول للجميع ليس فيه عيبا لكن أن تشكل أكثرية وليس اعتماد المعيار الأكثرية السكانية والأقلية السكانية نعم في الدولة الديمقراطية تبحث على معايير الكفاءة والدراعات وكيف أريد أن أقول لك يعني في بلد فيه مثل هذا الفساد الانتخابات مزورة الاتحاد الأوروبي في آخر تقرير إلى تحدث عن آخر انتخابات قال انتخابات مزورة رغم أنه أقل من 20% من الذين يحق لهم من شاركوا 83% لم يشاركوا في هذه الانتخابات قاطعوها لكن مع ذلك هذا فيه تزوير عالي والاتحاد الأوروبي صديقهم ويغازلهم في كل شيء قال أنه هذه انتخابات مزورة وفيها عيوب كبيرة ولا يمكن قبولها مع ذلك هم يزورون في الانتخابات بهذه الطريقة كيف يزورون في إحصاء سكان يخدمهم لتثبيت أغراض سياسية ومشروع معين خارجي خارج الحدود ليسهم يعني هناك أوامر لتثبيته هذه القضية الأولى قضية الثانية هذا يخدم الفساد أنت تعرف ربما لا يعرف أهل العراق أنه المبالغ التي خصصت لإجراء لخطة إجراء هذا التعداد من عام 2004 لحد الآن الحكومة تقول 250 مليون دولار لحد الآن 250 مليون دولار أهدرت كذب ماذا جرى؟ هل جرت عملية للتعداد 250 مليون دولار لحد الآن وهناك تعداد يقولون في عام 2020 كم سيرصدون له ورصدوا إلى المبلغ وهذا مبلغ إضافي وبالتالي عندما تحدث الحكومة والأجهزة معينة عن 250 وضربها في ثلاثة المبلغ يتجاوز المليار دولار نهبت من الفساد في قضية لإجراء التعداد كيف التعداد أيضا؟ ما شكل للتعداد هذه اللي صرفت لي إلى أموال كلها بالفساد والخراب هو أيضا فاسد وخرب وغاياته سياسية بحتة طائفية يراد منها تثبيت حالة شاذة غير حقيقية دكتور عبد الحميد يعني في دقيقتين هذا التعداد العام للسكان كيف سيترك حيزا لملايين المهجرين داخل وخارج العراق للمعتقلين للمغيبين قسريا الذي تحدث آخر تقرير لليوم الرئيس ووش أنه حوالي إلى من 250 إلى مليون مخفي قسريا كيف سيتعاطى معهم؟ هل الحكومة أيضا في وارد أيضا إقامة اعتبار لهذه الشريحة؟ أنا ذكرت قبل قليل أن كل الخطوات هي تجد وفق صفقات ولغايات السياسية ولذا لا يهمهم لا هذه الشريحة ولا أي شريحة عراقية أخرى بل هي هذه ربما أحد مداخل أو الأسباب التي ستوكلهم من هذا التزوير ومن المتطلبات نعم ومن المتطلبات أو إثبات هذه النسبة التي فرضوها سابقا بالعكس هذه من أهم الأمور التي تدلل على أن هذه الانتخابات لن تكون انتخابات نزئية هنا أريد أن أفقط أختم بقضية وهي أنه هم يريدون هؤلاء الساسة من وراء هذه الخطوة ربما تغيير بعض النسب الطائفية وتثبيتها وفق ما ذكره الاحتلال الأمريكي لكن هنا لنقول لكون واضحين هم لا يريدون بهذا أيضا نصرة هذا المذهب أو هذه القومية لا يريدون بهذه النسب بتغييرها أنهم يدافعون عن هذه الجهة إنما هؤلاء الساسة يخدمون أمرين اثنين يخدمون المشروع الأجنبي وهو أمريكا وإيران أولا ثانيا مصالحهم الشخصية لذا ربما هو في الظاهر ربما سيغير هذه النسبة طائفيا لأجل تعزيز أو ترسيخ مبدأ الطائفية والذي جاء به المشروع الأمريكي بالأساس ثانيا ليمرر وجوده وإثبات كرسيه من أجل أيضا صفقات ومصالح خاصة ونهبي بالبلاد وهذا ما رآه كل هؤلاء لم يمثلوا لا طائفتهم ولا قوميتهم وإنما مصالحهم القاصة شكرا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلان في أية علماء المسلمين شكرا للدكتور فارح الخطاب الكاتب البحث السياسي كان من المفترض أن يكون معنا أيضا الدكتور محمد عبد العالي النعيم الخبيل الاقتصادي لكن سؤال الاتصالات حالة بيننا وبين سماع مداخلتهم نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع منه إلى خلاصة النقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا دكتور قضية التعداد العام للسكان إذا ما جرى في العراق خطوة أيضا بمضامين بأهداف أيضا سياسية طائفية وربما تفجر المجتمع وتعايشة وتجهز على الهوية الوطنية الجامعة للعراق وشعبه ومجتمعه والتالي هي خطيرة نعم يعني لا يفهم كلامنا وهذا ما تحدثنا فيه في هذه الطاولة المباركة لا يفهم كلامنا أنه نحن ضد خطوة إنجاز تعداد للسكان أبدا هذه القضية مهمة وضرورية في أي بلد وفق شروط ومقتضيات الطميعية نعم أنت تحتاج إلى استقرار سياسي في البلد تحتاج إلى استقرار أمني استقرار اقتصادي استقرار مجتمعي هذه كلها مفقودة عندنا نحن مجتمع متفجر الآن بسبب سياسات طائفية لدينا فوضى أمنية لدينا فوضى سياسية لدينا فوضى اقتصادية فساد عارم جدا جدا عدم ثقة لا يتوجد ثقة بأي ورقة تصدرها الحكومة فكيف يمكن للمواطن أن يصدق انتخابات كاملة تجرى والناس لا تصدقها وتقاطعها فبالتالي لا يمكن تصديق الشعب نفسه لا يصدق هذه هذه النسبة التي تقال عنها لا يصدق هذه الإحصاءات لا يصدق هذه التعدادات التي تجرى إذن نحن نحتاج إلى استقرار في البلد نحتاج إلى بلد حقيقي حكومة حقيقية بلد كامل سياسة حدوده مصانة شكله مصان وضع مصان لكي تجري بعد ذلك هذه التعدادات وتبنى عليها قطط تنموية نحن ليس لدينا هذا الشروط والأرضية والمناخ والبيئة غير متوفرة شكرا جزيلا دكتور نلتقى إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا دكتور شكرا